عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي تابع خلال الاجتماع عدداً من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية وعلى رأسها الجهود المكثفة لإعطاء دفعة كبيرة للصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية وأقد الرئيس السيسي في هذا الصدد توجه الدولة بدعم وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي لزيادة الاستثمارات الصناعية وتحقيق طفرة في حجم وجودة الانتاج الصناعي المصري وأوضح متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي تابع كذلك مستجدات تطوير عدد من الملفات الخدمية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة بالإضافة إلى جهود الحدي من التضخم وضمان التوافر السلعي في الأسواق